أزيعت بالتحايل الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من دنيا تانية بسبب زن المحارم قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل مؤكداً ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحزوف منها مشاهد تتعلق بزن المحارم جاء زالج بناء على شكوى عجلة مقدمة من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل ولكن قناة النهار تحايلت وأزعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحزوف وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها القد الإعلامي المعلن عنه وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانون حال المخالفة التي تندرج من وقف الإزاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات عزيزي المشاهد لا تنسى لايكوا اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس السلام كل جديد مع أجمل ورأي تحياتي وتحية أصلي الثقافة معلومة تابعونا